اهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا احنا ومشاكل الشعر صيف بقى الشتاء بالنهار بالليل على طول بنعاني من مشاكل الشعر المشكلة بقى ان الموضوع ده بالذات احنا ما بنزهقش منه وما فيش ستة بتستسلم قدام مشاكل الشعر وما فيش ستة حتى بتقدر تستسلم للمقص يعني على طول بنسيبه اخر حاجة وبنبقى ايه الدموع نزلة واحنا بنقص شعرنا طب بدل العذاب تكله وبدل ما نقعد نتفرج على شعرنا وهو للأسف يا اما بيتساقط يا اما بيتقصف يا اما يعني بتروح منه حيويته قدامنا واحنا بنعمل خلطات غريبة وبنمشي ورده وبنمشي ورده احنا ممكن نشوف منتج واحد سهل متوفر متاح على قد اليد وفي نفس الوقت فوائده كتيرة ومناسب لكل انواع الشعر ايه هو المنتج ده هنتعرف عليه مع دكتور مهيتاب هاني المستشار الطبي لشركة اي ام دي اهلا بك يا دكتور طبعا احنا لما بنشوفك بنعرف ان احنا على طول هنتكلم على بروش هير تونيك الحقيقة يعني اتكلمنا عنه اكتر من مرة بس فوائده ما بتخلصش فكل مرة بنحاول نتكلم فيها اكتر النهارده يمكن اخترنا ان احنا نوجه لحضرتك اسئلة مباشرة من الناس اللي تبعت الحلقات بتاعتنا القديمة واللي لها شوية تساؤلات حوالين يا اما مشاكل عندها في شعرها يا اما التعامل مع بروش هير تونيك فحنبتدي مع اسئلة المشاهدين وحنبتدي بشايماء اللي بتسأل سؤال كل الناس بتسأله ايه هي يا دكتور انواع الشعر اللي ينفع نستعمل معاها بروش هير تونيك عشان نروح شي مقص بصي كل انواع الشعر نقدر نستخدم معاها بروش هير تونيك بروش هير تونيك تركبته خفيفة هو لوشن خفيف مش هيسبب لي ان لو شعري مثلا دهني انا بقى خايفة انه هو يلزق وفي نفس الوقت هو مناسب جدا للشعر الجاف انه هو يحسن لي الملمس بتاعه ويحسن لي الجفاف ويرطبه لي ترطيب قوي ما انا اقدر استخدمه لشعر جاف لشعر عادي او شعر دهني كل انواع شعر سستخدمه بسهولة المكونات طبيعية ما تخلنيش احطه في مختلفة ممتاز طيب السؤال اللي بعديه بيقول انا عندي سؤال بخصوص بنتي هي بتتمرن سباحة ومش عارفة استخدمه قبل ولا بعد نزول التمرين هنا يعني اسمحيلي يا دكتور برضو انا شايف ان فيه نقطة مهمة غير قبل وبعد حوار الكلور ده للناس اللي بتتمرن او للناس اللي بتدا شغلها او ايا كان مؤذي جدا للشعر فهنا ممكن تستعمل بروش هير تونيك للبنت ولا لا طبعا لازم تستخدمه لان زي ما انتي قلت كلور من الحاجات اللي بتأثر قوي على قوة الشعر بتأثر على لون الشعر كمان بتخلي الشعر في حالة جافة وحالة باهة وما فيش شكل صحي ابدا هي محتاجة انها تستخدم بروش هير تونيك لانه هو مغزي ويقويلها بصيلات الشعر يحسن ان الجودة بتاعت الشعر الجفاف اللي هيسببه لها كلور بسبب حمامات السباحة ده هيحسن هولها جدا بروش هير تونيك البنتينول فيه هيديها لترطيب الشعر هيبقى محتاجة في الوقت وبيغلف برضو الشعرية فممكن يحميها أكثر بصفة وهاي بأنوها من أنواع الحماية لشعرها بس طبعا اكيد هتلبس البوني برضو بس كمان هيقدر يحملها شعرها وطريتمنت حتى بعد ما تطلع انه هي تبقى مواصب عليها ممتاز يبقى احنا نقدر نقول لها كده مفيش مشكلة تستعمل وممكن قبل وبعد لو هي عايزة ممتاز طيب مروة بتقول لنا أنا حامل في الشهور الأولى وكنت بستخدم بروش هير تونيك هل أوقف الاستخدام ولا هو آمن بصي هو دائما احنا منخافه الشهور الأولى عملا في أي حاجة في الحمل بس لما نتكلم على الأدوية بروش هير تونيك مفيش مشكلة انه نستخدمه في الحمل كل الوقت لأنه هي مكونات طبعية ما فيهش مشكلة أبدا انه نستخدمها مش هتوصل أبدا للسيركوليشن أو للدم لأنه هي مجرد حاجة طوبيكل هتحسن لي كفاءة الفروة الراس ويتحسن لي التغذية للشعر مش هتدخل سيستامك جوه الجسد ممتاز يعني هي تقدر تواصل عادي تمام رامي بيقول هل هير بروش أو بروش هير تونيك لي ريحة ولا أقدر أستعمله وأنا رايح الشغلي انطبع الموضوع ده بيفرق مع الرجال بصي هو ريحته بيزك ريحة ياسمين إذا كانت هي مش هتكون مزعجة ليه هي ريحة محببة جدا ملطيفة يقدر يستخدمها يعني مش ريحة نسائية بالضبط اه مش ريحة بيرفيوم يعني نسائية بالعكس هي يعني ريحة الياسمين شوية ممكن تماشي الاثنين ممتاز طيب ولا بتقول لنا أنا بشرتي حساسة جدا فهل في مشكلة لو بروش هيرتونيك لمس فروة الراس هل ممكن يعمل لها التهابات أو مشاكل لا لا بالعكس بروش هيرتونيك مكوناته الطبعية بتحسن أي التهابات ممكن تحصل في فروة الراس بتحسن أي عدوة ممكن تصيب فروة الراس وتسبب لي إشرة في مادة زي مادة السليسيليك بتحافظ على فروة الراس من أي عدوة خلاصة التفاح كمان بتحافظ على فروة الراس ما بالعكس تماما لا هو مش يسبب لها أي حساسية وهيحافظ على أن فروة الراس تبقى صحية جدا ممتاز السؤال اللي بعدها دكتور السؤال اللي محير كل الأمهات احنا متكلم عليه كتير بنتي شعرها مش بيطول نهائي هل ممكن بروش يساعدها هي بنتها دي عندها كم سنة هي مش محددة بس أتخيل أن هي طفلة يعني مش بصي لو هي شايفة مش بيطول نهائي دي يعني أكيد ما في الشعر ما بيطولش لكن في شعر ممكن ما يبكونش باين أن هو بيطول بسبب مثلا أنه بيتقصف ما اللي بيتقطع بيطلع مكانه وفي الآخر باين أن طول الشعر ما بيطولش لو الموضوع زيد قوي محتاجة طبعا تأمل تحليل تتأكد يعني أي المشكلة ممكن تكون أي السببب أهمها الأنيمية وتقدر تستخدم براشر تونيك كمان هيحسن لها تغذية لبوصلات شعرها ويحسنها بشكل كويس أولا ما تقدر تتوازب على براشر تونيك وبرضو تعمل تحليل تتأكد أي السبب الوردة طيب السؤال اللي بعضي أنا سألته لحضرتك على فكرة قبل كده واستغربته سوزان بتقول في الحلقة اللي فاتت الدكتور قالت أن براشر تونيك في سيليكون فهل ممكن أعرف إيه فواده بالضبط للشعر السيليكون عكس المتعرف عليه ممكن الناس تبا شايف أن السيليكون مادة مش مفيدة أو فيها مشكلة للشعر السيليكون من المواد اللي دائما موجودة في السيروم بتاعة الشعر هي دورها بالنسبة للشعر أنها تديله تغليف تحمي الشعر من الحرارة وتديل الشعر لمعة وتقلل شوية الاحتكاكات اللي بتبا حصل وتعمل هيشان في الشعر ما هو في الآخر مجموعة بروشير تونيك هقدر أستخدمه قبل السشوار والبيبي ليس أنه يحفظ لها شعر من الحرارة وهيدي كمان لمعة للشعر كويسة وتغليفة للشعر ريم بتسأل يا دكتور هل بروش هير تونيك بيساعد على تسليق الشعر المجعد والمتشابك للأطفال بيحسنه جدا ده بفضل الفانسينول اللي موجود بيعمل تغليفة للشعر بيقلل الاحتكاكل اللي بيحصل مع الشعر وبيحفظ على الشعر مترطب بحيث أنه هو ما يتقطعش مع التسليق الجامل بس دايما منقول إن الشعر نحاول نصرحه وهو ناشف مش وهو مبلول لأنه بيكون أضعف وهو مبلول بس إحنا عندنا يعني اعتبرها من أسئلة المشاهدين برضوناك كمان مشاهدة إحنا عندنا فكرة متعارفة حاليا إن الشعر لما بيبقى مبلول بيبقى أسهل يعني كلنا بيصرح شعرينا وإحنا بنخسله لما بينشف بنحس موضوع بيبقى معقد أكتر لأ ما أنت قصد تخسليه تصرحيه قبل ما تخسليه يعني أنا شخصان بفضل وهو مبلول بحيث أنه هو أسهل بالبلسم أو بالشانكونا ماشي أوكي ممكن بس يعني مش 100% من المتشابك مش أحسن حاجة بالضبط يعني يصرحيه شوية قبل ما تخسليه وكملي الباقي بعد بس هو بيكون في حالة أضعف وهو مبلول يعني الأفضل يقبل يبعد والشعر نشف يعني أصلي بقى شعر نشف على أنه هو مش متسلك هيبقى صعب تصرحيه ما هيبقى أسهل تصرحيه بكوندشن لقد أتكلم عن إن في المجمل نصرحه قبل منخسل تمام طيب مونة بقى عندها مشكلتين في مشكلة مونة عندها مشاكل في الوش بشرتها حساسة جدا وبتستخدم علاجات وفي نفس الوقت بتسأل إن هي عندها فراغات قدام في شعرها فمحتاجة تستعمل بروش هيرتونيك قدام ولكن هل ده ممكن يؤثر على الحساسية والمشاكل اللي عندها في بشرة وشها ولا أمان لا ما فيش مشكلة خالص ولو هي عندها فراغات من قدام برضو لو هي بتشد شعرها جامد وهي بتلمه مفروض تخف شوية على شعرها من ده لأن ده من ضمن أسباب الفراغات وتقدر تستخدمه بشكل آمن ما فيش مشكلة وهو هيبع على فروة الراس مش هينزل على الوش لكن حتى لو جي مش هيسبب لأ مشاكل آمن 100% على البشرة حتى لو فيها مشاكل أو التهابات بالضبط تمام راخدة سؤال اللي بعديه بتقول بنتي عندها ثلاث سنين وشعرها جاف جدا تلاتة جدا أقدر أستخدم هيرتونيك طبعا تقدر أستخدم بروش هيرتونيك بفضل كذا حاجة تقدر تديني الترطيب والنعومة للشعر أهمها خلاصة التفاح هيدي شعر نعومة وملمس ناعة والبانسينول هيديله الترطيب القوي اللي هي ما تحسش بقى بالجفاف الشديد للشعرها ممتاز طيب السؤال الأخير يا دكتور من حسام يعني بيسأل هالهير هالبروش هيرتونيك بيساعد أعرف أن حضرتك وضحتي النقطة دي وأسبابها والاختلاف وإمتى وفين بس معلش خلينا نوضح لهم تاني عشان حدش يرجع يقول ما قلتوا ليش ماشي ده يخلينا نرجع هو طبعا الجابة في الأول هو أه يساعد على إنبات الشعر بس عايزين نبقى نراجع تاني المشاكل بتاع التساقط الشعر أهمها السترس مثلا الانيمية الحاجات الكيميكولز اللي ممكن نعرض لي بيها شعرنا وكريمات الفرد كل دي أسباب بتسبب بينها تساقط بعيدا عن السبب عشان هو ولد بس دايما الحاجات الوراثية بتباينها في الولاد صالع بالتحديد بعيدا عن السبب ده بروش هرتونيك طبعا يقدر ينبت الشعر بشكل يعني طول ما الموضوع يعني طيب الأمراض أو الحاجات الوراثية متفقين عليها المشاكل الجلدية الأمراض الجلدية يا دكتور بيدي معاها نتيجة بروش هرتونيك ولا لا هت بنلاقي فراغات لأسباب مشاكل في الجلد نفسه يعني يعني ايه مشاكل في الجلد يعني التهافة فروة الرأس أمراض جلدي زي التعلبة زي حاجات من النوع ده يعني ممكن التعلبة حاجة متقدمة جدا بس يعني بتحصل حتى يجي حد يقولك أنا عندي دور فاضية تماما يعني مقعد ليها تريتمنت مختلفة يعني لو هي متخصصة كده لأن ليها أسباب مختلفة الفراغات لو ما كانتش سببها العرضي أو لو هي مشكلة زي دي بروش هرتونيك هيدي يعني صحة للشعر عمتا لكن لو مشكلة زي دي هيبقى صعب اللي احنا بنتكلم على التساقط اللي هو already كلنا منتعرض له اللي هو بسبب كيميكولز بسبب ممكن ضعف عام في الشعر وضعف في التغذية عمتا أو أن احنا بنعمل عداد غذائية غلط على صحتنا عمتا وده اللي هيدي أكتر نتيجة وأكتر افكس فيها ممتاز يعني احنا كده يعتبر حاولنا نرد على أغلب تساؤلات المشاهدين أو على أل من زوايا مختلفة بس يمكن الاستنتجناه في الآخر نحنا ممكن نستعمل بروش هرتونيك حتى لو فروط الراس حساسة لكل أنواع الشعر وللأطفال وللكبار وما فيش أعراض جانبية أو أثار سلبية نهائية مضبوط كده نهائيا تمام ابتدي أستنى نتيجة حلوة من إمتى يا دكتور عشان ايه؟ الصبر بقى يعني مفيش كتير بصي زي الناس اللي قالوا لك مشاكل الجفاف إن شعر شكله جاف شكله مصحي مفوش اللمعة دي على طول أول وتاني استخدامها نلاقي النتيجة ودي حاجة هتبسط ممتاز ممتاز عامة مشاهدين لو لكم برضو تساؤلات زي ما سمعتوا النهاردة وزي ما شفتوا النهاردة وعايزين تعرفوا تفاصيل عايزين تسألوا عن حالتكم بالتحديد إحنا طبعا متواجدين معاكم حيطلع قدامكم دلوقتي صفحة الفيسبوك لشركة اي ام دي ممكن تبعتلنا كل تساؤلاتكم أو لو عندكم استفسارات على المنتجات فريق طبي كامل متواجد عشان يرد عليكم في كل اللي يخصوكم سواء المنتجات عايزين تعرفوا عنها حاجات أو حالة خاصة أو سؤال يعني محدد يخص حالتكم وطبعا حيكون لنا لقاءات تانية مع دكتور مهيتابهاني المستشار الطبي لشركة اي ام دي اللي بنتبسط جدا الحقيقة في كل مرة بتجيلنا فيها أنا مش محتاجة أقول لكم أن احنا هنا في البرنامج برضو مستنيين تساؤلاتكم مستنيين نعرف رأيوكم مستنيين نعرف ايه اللي يهموكم عشان نتكلم فيه مع بعض وحيكون لنا لقاءات كتيرة تانية في كل ما يخص الصحة والجمال بس خليكم معانا على سي بي سي